أهلا بكم مشاهدين لمعرض لأهم ما جاء على لسان الصحف الصادرة لنهار اليوم البداية بجريدة القدس العربية التي كتبت مقالا تحت عنوان غزة جباليا والمربع الأول ويقول كاتب المقال ضباط إسرائيليون متقاعدون التحق بهم آخرون عاملون لم يستطيعوا إخفاء الحقيقة الصاطعة التي تقول إن تورط قوات الاحتلال في معارك شرسة على امتداد منطقة جباليا لا يشكل تكذيبا جديدا لإعلانات إسرائيلية سابقة جزمت بتطهير المخيم فحسب بل يؤكد مجددا حال الفشل الذريع الذي يواجه جيش الاحتلال من منطقة إلى أخرى ويتصر حكومة بن يمين نتنياه على الاستثار بمناشدات العالم بأسره والمضي أبعد في اجتياح رفح فإن الطرار العودة إلى المربع الأول في جباليا يعني أيضا البقاء في وضعية المراوحة في المكان ننتقل إلى صحيفة العربية الجديدة التي تقرؤون في عنوانها الرئيسي المقاومة تعيق تقدم الاحتلال وتقرؤون مشاهدين في عنوانها الفرعية عشرة شهداء فغارات إسرائيلية ومعارك عنيفة في جباليا ورفح والمقاومة تقسف عسقلان بالصواريخ وتعلن الإجهاز على خمسة عشر جنديا إسرائيليا كما تقرؤون خلافات كبيرة داخل حكومة الحرب الإسرائيلية وتوقعات بتفككها قريبا من جهة أخرى محادثات أمريكية إيرانية لتجنب تصعيد الهجمات في المنطقة كما تقرؤون مشاهدين في مقال آخر تحت عنوان بيت حانون الحصار القاتل وتقول العربية الجديدة في مقالها يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصار بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة مع ما فيه منع أو منع للحركة وتجويع وتهديدات يومية بالتلافق مع استمرار عملياته العسكرية في مناطق الشمال نمر بكم مشاهدين اليومية الشرق الأوسط والتي تقرؤون في عددها لنهر اليوم الانقسام يتعمق في إسرائيل حول حكم غزة حيث قالت مصادر في مجلس الوزراء الذي يدير شؤون الحرب العلاقات بين عضاء الكابينت المصغر تدهورت بشكل ملحوظ في الآوينة الأخيرة خاصة بسبب عدم اتخاذ قرارات استراتيجية وعدم إحراز تقدم في قضية المحتجزين كما كتبت اليومية مقال آخر تحت عنوان جباليا وشرقي رفح تشهدان معارك عنيفة ويقول كاتب المقال إن الكيان الصهيوني صب غضبه على مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في شمال قطع غزة مع احتدام الاشتباكات التي وصفتها وسائل إعلام عبرية بأنها الأعنف منذ السابع من أكتوبر الماضية وقصف الجيش صهيوني مخيم جباليا من الجو والبر بالطائرات والمدفعية وضمر مئات المنازل وقتل العشرات في محاولة منه لتمهيد الأرض من أجل تقدم القوات البرية التي تواجه منذ أكثر من أسبوع مقاومة شرسة داخل المخيم إلى صحيفة الوطن السورية التي كتبت مقالا تحت عنوان إبادة غزة تتواصل وجباليا تحت النار في إشارة لها إلى استمرار المعارك والاشتباكات الضارية في رفح حيث أعلنت المقاومة الفلسطينية الإجهاز على خمسة عشر جنديا للعدو شرقي المدينة وخضت اشتباكات ضارية مع قواته من مسافات قريبة كما استهدفت آلياته وتحشيداته في معارك بجباليا شمالي القطاع حيث وصفها الإعلام أو الاحتلال العبري بالأعنف كما اهتمت الصحيفة مشاهدين بزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الصين واعتبر وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف أن زيارة الرئيس الروسي الأخيرة تؤكد أن موسكو وفيكين تربطه مع علاقات شراكة استراتيجية شاملة ننتقل مشاهدين إلى صحيفة الرأي الأردنية التي كتبت مقالا تحت عنوان غزة مجازر الاحتلال مستمرة وتقول الرأي الأردنية أعلنت منظمة الصحة العالمية عدم تلقيها امدادات طبية في قطاع غزة أقول منذ السادس من شهر ماي وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أن اغلق معبر رفح يضعنا في وضع صعب فيما يتعلق بتنقل العاملين في المجال الطبي فضلا عن تنوبي موظفية الأمم المتحدة والفرق الطبية وفق الموقع الرسمي للمنظمة وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية أغلقت في السابع من ماي شرقي رفح بالذبابات قبل الاستلاء على المعبر وهو الباب الحيوي أمام قوافلة نقل المساعدات الإنسانية للمواطنين المهددين بالمجاعة في غزة وفقا للأمم المتحدة بهذا مشاهدين نصل إلى نهاية معرض الصحفة لنهار اليوم شكرا على حسن المشاهدة والمتابعة إلى اللقم